لو احنا قاعدين مع ناس اصحابنا وبنتكلم عن حاجة معينة والحاجة دي لها مميزات وعيوب في نفس الوقت فاحنا عايزين نقول ان الحاجة دي سلاح ذوح الدين يعني ايه بقى سلاح ذوح الدين في الانجلش؟ هو ده اللي هنعرفه نهارد اول حاجة سلاح ذوح الدين يعني double-edged sword double-edged sword يعني سلاح ذوح الدين طب لو انا بقى عايز اقول لحد يا ده الانترنت ده سلاح ذوح الدين هقولها ازاي في الانجلش هنقول the internet is a double-edged sword يعني الانترنت سلاح ذوح الدين طيب اول حاجة كلمة انترنت الانترنت هنا الامريكان ممكن يقولوها انترنت وممكن يشيلوا التي خالص ويقولوا الاتنين صح ممكن نقول انترنت ممكن نقول انترنت تمام طيب كمان the اللي هي بمعنى الالف واللام انا هنا نطقتها the ليه؟ لان كلمة انترنت بتبدأ بحرف الاي والاي ده حرف فول متحرك فبالتالي اذا لما تيجي قبل الاسم اللي بيبدأ بحرفه متحرك بتتنطق the فهتبقى the internet او the internet ده بالنسبة لكلمة the internet بعد كده هنقول is تكون وبعدين هنقول a double-edged sword يعني سلاح زوحة الدين يعني هتبقى the internet is a double-edged sword يعني الانترنت سلاح زوحة الدين تي بقى موضوع عايزة اوضحه لكم البيج بتاعتي او الصفحة بتاعتي الاساسية اللي هي اتعلم انجلش اونلاين للأسف حصل فيها مشكلة وتهكرت فمقدرتش ارجعها تاني ودلوقتي ما بقتش قدر انشر عليها خالص فهتبقى وقفة بدون نشر فكل متابعين الصفحة انا عمل صفحة جديدة باسم فن تعلم الانجليزية وهي دي اللي هنزل عليها الفيديوز بتاعتي ان شاء الله والحاجات اللي بنزلها ودروس الفناتكس اللي بدأنا ننزلها والgrammar فبالتالي طبعا انا مش عارف اوصل للمتابعين واقول لهم ان الصفحة فيها مشكلة او اعرفهم صفحة جديدة فياريت نشاير الفيديو بقدر الامكان عشان نوصل لكل متابعين الصفحة ويرجعوا يعملوا لايك للصفحة الجديدة اللي هي فن تعلم الانجليزية عشان يقدروا يتابعوا معايا باقي الدروس اشتركوا في القناة